اكد سعادة السيد احمد عبدالواحد براطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين دعم جلالة الملك المعظم ومساندة السمو للعهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز العلاقات وتوطيدها مع دول جنوب شرق اسيا الاسيان جاء ذلك في كلمة لسعادة النائب احمد قراطة لدى مشاركته ضمن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع الجمعية العامة الخمسة والاربعين للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق اسيا التي تستضيفها جمهورية لا والديمقراطية الشعبية وبدأ قراطة كلمته بنقل تحيات معالي رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وتمنياته للاجتماع بالنجاح والتوفيق مبينا اهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لدول الاسيان على النحو الذي يعزز العلاقات الدولية والتعاون المشترك واوضح قراطة ان تعزيز الاتصال والنمو الشامل لرابطة برلمانات دول الاسيانية تطلب تدافر الجهود لتحقيق السلام والامن الدوليين والاحترام المتبادل وخلق فرص استثمارية مشتركة وتعزيز العلاقات التجارية مؤكدا موقف مملكة البحرين من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما دعا الجمعية البرلمانية لرابطة الاسيان الى الانضمام لمبادرة جلالة الملك المعظم بشأن الدعوة الى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط